تفقد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أعمال تطوير الجارية بحيي الخليفة وحدائق القبة كما تفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة عزبة الهجانة سابقا بحي شرق مدينة نصر وأشرى محافظ القاهرة أنه تم التواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم والتعرف على رغباتهم قبل أعمال الإزالة سواء الحصول على تعويضات مادية لمن يرغب أو العودة للمنطقة بعد التطوير اشتركوا في القناة